ولكن قبل ما تجاوب قول ألوك كده ألو أحودة مين لك أحود مين أحمد عادل معاك حبيبة دولة حبيبة عامل إيه حبيبة عامل إيه طمنا عليك منور بيتك نجم ومنورين أصدر زي مغبارك إيه منورنا يا كابتن على شاشة على شاشة قناة الأهلي حبيبة دولة ربنا خليك حبيبي الله يخليك منور يا حودة ودايما كده يعني منور شاشة النادي لأهلي بيتك الحمد لله يا سيدة سارة مع محمود سمير ومجموعة اللي كانت موجودة الحمد لله حقا أنا إنجازات كتير وصلت كتير الحمد لله أكيد يا كابتن كابتن ما تقول لنا كده على مواقف كده احنا ما نعرفهاش مع كابتن محمود سمير في الكواليس لا لا محمود ما ينفعش على هوا لا ينفع ينفع فيه مواقف كده وينفع تتقال لا احنا يمكن كنا أثر ناس ورايبة من بعض طبعا غير كانت مجموعة كبيرة كانت برافات وفريكة وقال جمعة وشاري محمد كان في المجموعة اللي احنا ومحمود كمير ومحمود كمير وسبيء وين وشديد وعشور وكنا مجمونا انه ومجموعة كبيرة جدا كان معنا طريق استعيد برضو كان معنا في نفس المجموعة كان لنا مواقف كتير وفصا في السفريات في السفريات يعني يعني مواقف من ضمن المواقف يعني بس مش عارف أقول لي كيف هتقول لها على قونو ولا هتقول لها على ايه ايه طلعوا كده قولوا قول يا كبتر احمد قول لا اصلاح محمود طبعا عشت السنين والناس لنا بحبهم جدا واخويا يعني اللي احنا لعبنا في كذا مكان مع بعض تحت سكندري بعد الاهلي وتحت شرطة من الناس المحترامين اللي انا قابلتهم في مجال الكرة العزازة على قلبي يعني اكيد طبعا بس برضو لازم تقول لنا المواقف كمل لا مفيش حتى احنا في السفريات كنا نبقى في قاسك مثلا في ابيتجان نبقى في التراجي في تونس السفريات اللي لازم يبقى فيها حاجات تفكر الدنيا شوية فانتي عارفة يعني شخصير كابتل حسام البادري ويبقى يعني جادد علينا جدا وانحنا كنا مجموعة صغيرة فكنا في الوطوبيس ورايحين المطار وكنا عمين زي ده وشوارة فرايحين المطار متفرين السفريات فالمفروض يعني المطش بعد ثلاث تيام فما ليهاش داعي الشدة يعني انت تشد علينا فالوطوبيس يعني كان فيه زي هزار وبطوط عالي فالكابتل حسام راجع لنا ورا فالنبي يقول لنا اكتم بالله لو ما بطلته هزار لنزلت لنا نزلكوا فاللو نزلنا هنا فينا يا جابتل حسام احنا على كبر اكتوبر فالمهم وصلنا ابيتجان والدنيا تماما فيعني سفريات ابيتجان ولا فيه اكل كويس وكان معنا طباق وبنفس الوقت يعني عايزين نطلع من جو الهزار يعني بعد الثامرين بنتطلع من جو التانشانة فبعد الثامرين اللي هو جناهاز بلسانتي عارفة بركات دمه خفيف جدا جدا ومقالب علينا اه ساخن الكابتن حسام علينا قال له كده مش هينفع والعال دي فكان الفرقة والكابتن حسام ايه رجلنا على الترويزة بتاعتنا كده احنا بنكل قالنا بقول لكم ايه اكتن بالله انتوا اللي هتضيعوا طريق النادي لان فدي من من ضمن المواكد اللي كان لا يعني احنا الحمد لله كان مجموعة كلنا يعني يمكن فعلا يا كابتن احمد كنا لسا بنتكلم كنت هزأل كابتن محمود سمير انه على قدم المنافسة كانت قوية في الملعب وانه وقتكو وقت لعيبة كبار جدا وكابتن ابو تريكا وكابتن بركات الا انه يمكن العلاقة بينكو كمان بقى بره الملعب كانت حلوة جدا ومميزة لا بص احنا الحمد لله سرر يعني احنا بنعرف نفرق تدولة فاكر احنا كنا بنخرج مع بعض ممكن تسع عشر لعيبة خارجين مع بعض راح نمور نفتر حين نتغدى نادينا لما تلاقي دلوقتي مثلا اربعة خمسة مع بعض احنا كنا بالتسع وبالعشر لعيبة وليبقى خارجين مع بعض وممكن نكون فينا اللي بيلعب وفينا اللي ما بيلعبش بس كنا بنحب بعض جدا ودي سيما منسبات الاهل يعني يعني الانجازات مكانش من قراغ لان احنا كان عندنا حاجة فكرة اسمها قط اللبس قط اللبس احنا كلنا كمجموعة كنا بنحب بعض يعني كان مثلا عندك تحت الفرو كان محمود تامير وغدريكا ومجموعة كبيرة جدا كنا كلنا بنحب بعض كان اي حد يلعب مفيش مشكلة عندك الناحية اليمين كنت انا وصبيق واحمد فتحي واسلام الشاطر وتعتم بركات بيلعب كنا قمت يعني عادل منتخب مصر والله بجد احنا كنا بنلعب مع منتخب مصر يعني كان اللعيبة كلها صح أنا بنلعب في منتخب مصر صح بس كمان عايزة اتكلم معك يا كابتن احمد مع كابتن محمود في حاجة انه بس قبل ما نتكلم فيها برضو خليني اقولكم والشكو حلو علينا الحقيقة لانه فريق الاهلي الطايرة قدر ان هو يكسب الزمالك 3-0 ويصعد لنهائي كاس مصر الكرة الطايرة وتتوالى الانجازات الحقيقة ألف مبروك الحقيقة بنهنيهم بإذن الله أنا نسير طبعا بارك للنادي الاهلي على بطولة الدوري أكيد الله يبارك فيك وبطولة دوري مؤمن زكريا اللي بنتمناله طبعا طبعا وكلنا بندعيله ومصر كلها بتدعيله مبروك للنادي لأهلي الدوري الـ 42 الله يبارك فيك فرح جماهيره وان شاء الله عوالما يتكلل فرحته وان شاء الله وتكمل دوري أبطر يا رب بإذن الله كنا نتكلم بقى كابتن أحمد كنت عايزة أسألك كده وقولك انه الفترة بتاعتكو دي مع مستر مانويل جوزي انه قد ايه كان مفيش تشبع من البطولات ولا الإنجازات الجيل ده بالذات يخلصوا بطولة يدخلوا في بطولة وعايزين اللي بعدها عايزين اللي بعدها وده أعتقدون هون نفسيا صعب جدا ده في فترة احنا شوفنا لعيبة ريال مدريد زي ما تقول ريحت كده بعد الشامبيونز ليج كم مرة وربعة احنا خلاص بقى مش عايزين بطولات تاني لكن الحياة الجيل ده ده ازاي بقولك منتخب مصر بنعك وسط منتخب مصر كان المستر مانويل بيعرف تعامل مع الناس كلها بيعرف ازاي يفصلك عن بطولة خدتيها ببطولة وراها احنا انا اول ما دخلت النادي الاهلي حتس الانسجام دي في النادي الاهلي موجودة بشكل كويس جدا ازاي بيدخلوك وسط اللعيبة بيحسسك من اول يوم انت جايه هنا بتلعبي على بطولة تشيرت النادي الاهلي تشيرت تقيل مش اي حد بيلبسه فشرف لاي حد ان هو يكون متواجد وسط المجموعة وكوكبة دي فدي طبعا انا بحس طبعا الاول ان هي شطارة المدير فني تاني حاجة حب اللعيبة لبعضها وقربوهم من بعض زي ما كان نحن العادل بيقولك احنا كنا جيل مع بعض ومجموعة مع بعض وكلها بتحب بعض حتى بلعب ما بلعبش كلنا بيحب بعض جدا حتى اللي بيلعب من التمينار التوفيق اللعيبة كلها بتواف جنبه هم اه بشكل لا بطي في عدة عوامل سورة اقولك عليها اتفضل انا في حدة عوامل يعني انتي لما تبصي اللي الليحة الليحة بتاعتنادي انا اول اول ما روحت او السامير اول ما جاء او اي حد او ما بيجي هم بصت الليحة بتاعت بتاعت المكافئات هم لما تلاقي ان انتي من اربع مباريات لازم تجيبي عشرة بنت يعني ثلاثة مكتب واحد تعادل اصبح ان هنا بيديك انطبوع كلعب جديد او لعب موجود ان انت بش حاجة منبالعبش على على السطورة او بالتعادل اه انت هنا ثلاثة مكتب واحد تعادل من اربع مباريات فدي رقم كبير جدا والحمد لله كنا بنحققه اكيد غير كده بخلاب كده لو ما جبتش العشرة بنت انت مش تاخد ولا مكافئة من الاربع مباريات اه اه فهنا الصموح امير لعبة منتخب مصر يعني المباراة اللي انا كنت بكلمك فيها دي كنا راحين نلعب اسك في ابيتجان واحنا كنا لسه اغدين سوبر مصري كنا باللعب ناديل اسماعيلي وكنا اغدين سوبر مصري فطبيعا احنا بنفرح صح فشو في قدي كابتن حسام بدري مع مستر منول ان هم قبشين ان احنا راحين نلعب مباراة طعبة في اسك في ابيتجان في دورة 18 في صورة افريكا والحمد لله المباراة دي كسبناها واحد صف على فريق اسك وهو اصلا بقال 14 سنة ما بيفسرش في ابيتجان فدي انجازات لها عوامل ولها ضوابط ولها سياسة ومبادئ وتاريخ النادي الاهلي اكيد اللي قدرنا الحمد لله بقدر كبير جدا احنا نحافظ عليه عشان كده شفتي بطولات وشفنا بطولات انا وثمير وكل المجموعة عشان كده حققنا بطولات كتير مع النادي الاهلي وهو ده اللي كان ما عودنا عن النادي الاهلي فترة والحقيقة انت وجيل الجمهور مش بينساوه دايما بيتغنى بانجازاته بشكرك جدا كابتن احمد عادل جيل كبير ومشرف طبعا انا سعيد بمكلمة احمد عادل اللي انت دخلت شفت مفاجأة طبعا من اعز واصدقاء يعني من الناس اللي أنا لعبت معهم في ثلاث اندية فقالنا مواقف كثير مع بعض